الحرس الثوري الإيراني حول قضاء سنجار في محافظة نينوى إلى عش للمكائد والصراعات وتنافس بين الدول والجواسيس في سياق تعزيز نفوذ ميليشيا الحشد في هذه المنطقة الاستراتيجية مصادر مطالعة كشفت عن تشكيل ميليشيا الحشد لواء جديدا في قضاء سنجار يتألف من أكثر من ألفين مسلح اللواء الجديد في سنجار سيتألف من أربعة أفواج من متطوعين ويتولى مهمة قيادة هذا اللواء مراد شيخ قالو القيادي في ميليشيا بدر والذي يعمل مستشارا لرئيس هيئة الحشد فالح الفياض تشكيل اللواء الجديد يعد العملية الثانية للحشد بعد عدة أسابيع من تشكيل لواء سابقة حيث سيعزز تشكيل هذين اللواءين هيمنة الميليشيات الحليفة لإيران داخل سنجار إلاء إيران أهمية كبيرة لقضاء سنجار يرجع إلى موقعه الاستراتيجي حيث سيكون ممرا لخط تصدير الغاز إلى أوروبا ومنها إلى الأراضي السورية واللبنانية في حال رفعة العقوبات عن طهران وجود حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا في سنجار يعد ذراعا أخرى لإيران في المنطقة فهو يتعاون مع ميليشيات الحشد ويستخدم كورقة ضغط على تركيا وعلى حكومة إيربيل كذلك لذلك يسعى الحرس الثوري إلى تعزيز نفوذه في سنجار عبر هذه الميليشيات التي يدعمها نواب عن نينوى أكدوا أن سنجار أصبحت قنبلة موقوطة تشكل خطرا كبيرا على نينوى بسبب وجود تدخل إقليمي ودولي في القضاء ووجود خلافات سياسية حوله فتيل هذه القنبلة بيد إيرانية والمتضرر من انفجارها العراق على وجه الخصوص والدول المجاورة بشكل عام موسيقى